السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم على نفس موضوع خالد مقداد والوعكة الصحية الخطيرة التي تعرض لها قبل ما ندخل إلى الموضوع فضلا وليس أمرا أعملوا لإعجاب مع تفعيل الجرس على الكل والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد نبدأ على بركة الله مثل ما نعلم جميعا بأن خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة تعرض إلى أزمة ووعكة صحية عنيفة وهو الآن داخل العناية المركزة وهذه المعلومات هي التي صرح بها ابنه عصومي من خلال صفحته الخاصة إذ أنه طلب منا الدعاء له ونعرف أيضا طلب منا خالد مقداد أن ندعو له بالشفاء العاجل فضلا وليس أمرا أي إنسان يسمع هذا الفيديو يدعو بالشفاء لخالد مقداد من خلال التعليقات فضلا وليس أمرا لعلها تكون ساعة استجابة وتفرح العائلة تعه وجمهوره وجيشه في الوطن العربي بالشفاء تعه إن شاء الله يا رب وبعد ذلك بعد فترة خرج عصومي وأخبرنا بأن الحالة على ابن تعه مستقرة إلا أنه لا يزال داخل العناية المركزة وبعد أيام إن شاء الله سوف يغادر العناية المركزة وإلا أن هناك بعض الإشاعات تقول بأنه مصاب بوباء كورونا لكن العائلة تعه نفت هذا الشيء وأخبرونا بأن رئتاه سليمتان ما شاء الله والأرجح أنه لما سافر في رحلة قبل شهر رمضان الكريم ذهبوا إلى المسبح وهناك صور وفيديوهات وفلوغات شاركوها مع متتبعيهم الأفاضل بأنهم داخل حمام السباحة ويظهر التعب على خالد مقداد وبأنه لم يتحمل ذلك الجو وهو السبب الأرجح اللي جعل حالته تكون هو اللي يعكر له الحالة الصحية تعمل إلى هذه الدرجة لكن حبيت نوجه رسالة فقط إلى جميع القنوات وجميع المتتبعين كفاية كذبوا إشعات على خالد مقداد لا يجدروا بنا سوى الدعاء له بالشفاء العاجل يعني نعملوا نفسنا في حال عائلته ويعني نحن ورعنا في شهر رمضان الفضيل نحسوا بالعائلة نتاعه وكفاية من الإشعات لأنهم رح يتخوفوا على حالة صحية وممكن يصدقوا الأمر ومن هنا نطلب الشفاء العاجل